لكن وانا ابدأ برنامج الترند لازم اتكلم على بعض الامور اللي طوبيك ومتصدرة السوشيال ميديا ولا درجة ان هي النهاردة ترند ومتصدرة للمنصات والتويتات اللي بتكتب على منصة اكس اول حاجة هبدأ بموضوع للأسف اتصدر بشكل سلبي لجمهور النادي الاهلي فيما يتعلق بواحد من كابتن او كابتن فريق النادي الاهلي وحارس مرمى مصر والنادي الاهلي محمد الشناون وللأسف اللي بتكلم في ملف تكديد محمد الشناوي انا مش قادر افهم هو عايز يوصل ليه بالزبط هل انت عايز تظلم اللاعب او تتجنى على لاعب كبير عايز تعمل ازمة بينه وبين جمهور النادي الاهلي وتقول ان الشناوي طلب 50 مليون و40 مليون و30 مليون انا بقول لحضراتكم لا الشناوي طلب ولا الشناوي اجتمع ولا حصل قعدة بينه وبين كابتن محمد رمضان الى ايام دي اصلا قال لكم ازادكم من الشاربت اخر جلسة كان بيتقال بس فيها الكلام كده بنفتح مسألة التجديد قبل الاهلي ما يلعب مباراة السوبر المصري في الامارات شوفوا بقالها ديه بقالها كتير لكن اللي تصدر في الاعلام واللي بتقال في الاعلام في الاعلام اللي فاتت انا مش قادر افهم الناس عايزة توصل مجال علاقة ما بين الشناوي وجمهور النادي الاهلي لا الشناوي تشرط ولا الناس بتتكلم في الارقام الخزعبلية اللي انتم بتسمعوها بالارقام الكبيرة دي ما حدش تكلم فيها اصلا ولا كابتن محمد رمضان اصلا عرض ارقام مالية على الشناوي ولا الشناوي حتى تتكلم طب الحد الادنى الحد اللي بيتقال في الاعلام ده صدقوني والله السيناريوهات لكنك بتتفرج على فيلم سينمائي واحد قاعد بيكتب سكريبت او واحد سيناست قاعد بيفتكر كده وبيبتكر وبيحط سيناريو وحوار ما بين المدير الرياضي وكابتن النادي الاهلي مش عارف لكن انا عايز اقاكد لحضراتكم ان القصة اللي بتتحكي دي كلها اصلا ما حصلتش والفريح حاليا اندخل على مجموعة مباريات والشناوي مع منتخبنا الوطني لكل حادث الحديث وكل شيء في وقته هيتم انجازه وانا فاكر هنا من حوالي حلقتين ثلاثة ثلاثة قلت لحضراتكم مسألة التجديد والتمديد للعيبة هتمشي وفق الرؤية معينة بيحددها المدير الرياضي بالتنصيق مع الكابتن محمود الخطيب التفاصيل بقى اللي بتطلع عن جلسات بتتم وارقام مالية والله يصدقوني الكلام ده اصلا مش حقيقي واحنا هنا دورنا نوضح لحضراتكم الحقيقة ونبقى حقق صد ضد اي واحد بيحاول يفكر بس انه يتكلم على لعب من النادي الاهلي باي صورة خطيئة في ارقام بتتقال على لعبها تانية في اندها تانية ومع ذلك الامور بتتقال بصدر رحب والارقام بتتسمع بصدر رحب والتجديد بيتقال كل 3-4 شهور والناس بتعد وبتسمع لكن اول ما تيجي عند ملف تجديد للعب في النادي الاهلي واحد من نجوم وكباتن النادي الاهلي بالاسف يعني بيتعمل من الحبة قب اشتركوا في القناة